أهلا وسهلا بكم جميعا أعزائي المشاهدين ونحن نتناول موضوع البدايات موضوع البدايات يعني موضوع يخص بداية كل شيء في حياتنا يخص الخليقة يخص بداية السقوط والخطيئة بداية الزواج كل هذه الأمور سنتناولها معا وسنتناول في هذا اليوم موضوع الخلق أي الخلق البدايع الذي قام به الباري العظيم فابكوا معنا أعزائي المشاهدين نحن محظوظون جدا لأننا نعيش في الشرق العربي أو في العالم العربي في العالم العربي يتميز بأنه يتمسك بالدين والإيمان في الله تعالى ولذلك نرفض أفكار ونظريات العلماء الإلحادية فللأسف الشديد بالنسبة للخلق هناك نظريات غريبة جدا مثل نظريات التطور والنشوء والارتقاء هذه النظريات نظريات علمية ولكنها ليس لها أي أساس من الصحة يقولون أن الحياة تطورت بمفردها بدون عمل الله والإنسان يحاول أن يلغي عمل الله في الخلق وهذا كفر والحاد نرفضه في العالم العربي علماء وطلبة وهذا الشيء جامل جدا عزائي يريد الإنسان أن ينحي الله لكي يعيش في حياة تحرر من الوصايا تحرر من التعليم الدينية ولكننا كلنا أو أغلبنا في الدول العربية والشرق العربي نؤمن أن الله تعالى هو الذي خلق هذا العالم في ستة أيام ثم استوى على العرش والآن نريد أن نتأمل في موضوع الخلق أولا يقول البعض أنها ليست ستة أيام ولكنها أحقاب طويلة بالألاف السنين ونرد على هذا بقولنا أن الله لا يحتاج إلى ستة أيام الله يخلق بكلمة يقول كن فيكون فستة أيام كانت واليوم أيضا السابع المكمل لإسبوع الخليقة للتقديس كانت خطة أو طريقة نموزجية للإنسان اللي كان يتباحها في حياته الأرضية فهذه الأيام يصفها الوحي في تكوين واحد في كل يوم نجد الوصف واضح جدا وكان صباح وكان مساء كان صباح وكان مساء يوما واحدا كان صباح وكان مساء يوما ثانيا يوضح الوحي في تكوين واحد هذه الجملة أو هذه النهاية بوصف أن هذه الحكبة أو هذه الفترة هي يوم لأن الحكبة أو السنوات لا تحتوي على صباح واحد أو مساء واحد بل أكثر من ذلك فهي فعلا يوم واحد 24 ساعة فالله لم يحتاج إلى ستة أيام للخلق لأنه إله قادر على كل شيء الله قادر على كل شيء ويستطيع أن يخلق كل شيء بكلمة فهو إله قادر على كل شيء يقول كن فيكون ويقول الوحي بكلمة الرب صنعة السماوات وبنسمة فيه كل جنودها هو قال فكان هو أمر فصار فالله لا يحتاج إلى ستة أيام للخلق ولا اليوم للتقديس ولكنه أراد أن يضع نموذجا عمليا للإنسان لكي يتبع في حياته اليومية من خلال دور إسباعية يعمل ستة أيام ويستريع في اليوم السابع نجد أيضا في الخلق البديع الخلق الجميل الذي قام به الباري العظيم أن الله أيضا خلق الإنسان بعد ما خلق كل شيء لأنه أعد كل شيء للإنسان وده يعني بيفكرنا أو بيوضح لنا في مثل بسيط لما يكون عندنا مولود وإحنا منتظرين وصول هذا المولود نجد أن العائلة تهتم أن يحضروا لي الفراش يحضروا لي يحضروا له الملابس يحضروا له كل شيء وهذه علامة علامة المحبة للمولود وأيضا علامة من محبة الله الغير متناهية التي قدمها الله للإنسان فهو أعد الله كل شيء الأرض والأزهار والأشجار والأنهار كل شيء جميل ثم خلق الإنسان تاج الخليقة خلق الله الإنسان يمثل صفات الله في الإرادة في السلطة في العقل وقال الله تسلطوا على سمك البحر وعلى كل دبابة وكل حيوان في الأرض الله أعطى الإنسان صورة مسغرة لصفات الله العظيمة أيضا نجد أن في الخليقة أن الله أعطى للإنسان موهبة جميلة جدا موهبة الزواج مع أن البعض بيفكر أن الزواج جاء مؤخرا بعد الخطيئة أو بعد السكوت ولكننا نقرأ في كلمة الله أن الله وهب الإنسان هذه العطية عطية الزواج والإنجاب قائلا في سفر التكوين صح واحد عدد 28 وباركهم الله وقال لهم اسمروا واكسروا واملاءوا الأرض وخضعوها إذن هنا نجد أن عطية الزواج أعطيت في الجنة جنة عدن قبل الخطيئة وأيضا نجد أن الله العادل الله أعطى المرأة وضع جميل أو وضع متكافئ مع الزواج فالله عندما صنع المرأة أخذها من ضلع آدم لكي تكون مساوية لآدم لم يأخذها من رأسه فتكون سيدة علي ولم يأخذها من قدمه لكي يكون هو سيد عليها بل أخذها من ضلع من أضلع آدم فهنا نجد أن الله أعطى المرأة وضعا مساويا للزوج كانت عام الإنسان في الجنة أيضا طعاما نباتيا ولم يكن طعاما حيوانيا أو من اللحوم قال الله لآدم في موضوع الطعام وأننا سأعطي من كل النباتات في عدد 29 متكبين واحد قال الله إني قد أعطيتكم كل باكل يبذر بزرا على وجه كل الأرض وكل الشجر فيه ثمر شجر يبذر بزرا لكم يكون طعاما فكان طعام الإنسان طعاما نباتين وهذا ما يبين اتجاه العالم واتجاه العلماء والأطباء للنصح بأن يرجع الإنسان إلى الطبيعة وإلى الاعتماد على الغذاء النباتي وده إثبات أن هذا التفضيل الإلهي واضح ولو أنه غير مباشر ولكنه واضح جدا أنه تفضيل للطعام النباتي نجد أيضا أن الله حدد للحيوانات الطعام النباتي أيضا فلم يسمح للحيوان بالافتراس في عدد 30 من تكوين واحد ولكل حيوان الأرض وكل طير السماء وكل دباب على الأرض فيها نفس حية أعطيته كل عشب أخضر طعاما وفعلا عزائي المشاهدين أن موضوع الافتراس الذي نشك منه والمناظر التي نراها ونستأمنها عن طريق افتراس الحيوانات لبعضهم بعض أو أيضا افتراس الحيوان للإنسان هذا لم يأتي إلا بعد الخطيئة ولم يكن من نظام الخليقة قبل السقوط في الخطيئة أحبائي الله خلق كل شيء جميل وكامل الإنسان في شب وصفات الصانع العظيم الباري المولى القدير الإنسان له السلطة الإنسان له عقل وله إرادة وهذا ضد فكرة التطور للإنسان جاء أصلا من أصله حيواني وهذا أمر منافي للحقيقة ومنافي للمنطق ومنافي للدين أيضا نجد أن كانت أيام حقيقية ستة أيام حقيقية ويوم سابع ولم تكن أحقاب أبدا لأن كل يوم كان ينتهي بالمعنى أو بالجملة وكان صباح وكان مساء أي أنه يوم واحد ولم تكن هناك سنوات أو ألاف السمين كما يدعى البعض نجد أيضا أيها العزاء أن الله أعطانا نموذجا عمليا في حياتنا أن نتابعه وهو أن نعمل ستة أيام ونقدس اليوم السابع ونستريح فيه أيضا وضع الزواج موهبة جميلة أو عطية محببة للإنسان وهو الزواج كان في الأرض أو في كانت عدن قبل الخطيئة ونجد أيضا أن المرأة امتازت بوضع نموذجي وهو النظام المثالي أن الزوجة تكون مساوية للزوج نجد كل هذه الأمور أيضا والغذاء النباتي بالنسبة للإنسان والغذاء النباتي بالنسبة للحيوان والغذاء النباتي الإنسان مفيد وأيضا صحي والعلم يثبت ذلك أما بالنسبة للزوجة أي للأسف للحيوانات فإن الطعام النباتي يثبت أن الافتراس والتوحش جاء دخيلا على الطبيعة ولم يكن من ضمن نظام الخليقة عندما خلقها الإنسان خلقها الله في صورة بديعة صورة مثالية ولذلك بعد خليقة الإنسان نجد أن الله يختم كلامه عن الخليقة بقوله رأى الله كل ما عمله فإذا هو حسن جدا تكوين واحد واحد وثلاثين رأى الله كل ما عمله وكل ما عمله يعني بعد أن أتم كل شيء فإذا هو حسن جدا وكان مساء وكان صباح يوما سادسا فهذا يبين أن الإنسان تاج الخليقة أكمل الصورة البديعة للخليقة وحتى في الخلق نجد هناك فكرة أخرى أيها العزاء وهي فكرة النظام الدقيق النظام المنطقي الذي نتعلم منه ففي ثلاثة أيام الأول خلق الله الأماكن ثلاثة الأيام التالية خلق الله الأشياء والكهنات التي تملأ هذه الأماكن وسوف نكمل هذا بعد الفاصل أيها الأحباء فأبكوا معنا أهلا بكم أعزائي المشاهدين مرة أخرى ونحن نكمل حلقتنا عن الخلق الخلق البديع الذي قام به الباري الأعظم الله الذي نعبده جميعا اتحدثنا أيها الأحباء المرة قبل استفاصل عن بعض الميزات أو بعض السمات المباركة لهذا الخلق فقلنا أن الله لم يحتاج ستة أيام للخلق ويوم للتخديس ولكنه وضع نموذجا مثاليا لأن كانت تبعه وقلنا أنها ستة أيام حقيقية وليست أحكاب كما يدعى البعض لأن كل يوم كان يوصف بأنه صباح ومساء قلنا أيضا أن زوايا كان عطية من الله للإنسان قبل الخطيئة قلنا أيضا أن الإنسان كان غذاء نباتيا وأيضا قلنا أن الحيوانات لم تكن وحوشا مفترسة ولكنها كانت حيوانات أليفة تأكل الأعشاب والنباتات قلنا أيضا أن المرأة كان وضعها مثاليا أو وضعها مكافئا للزوج أو للرجل قلنا أيضا أيها العزاء أن الإنسان أكمل اللوحة الرائعة التي صنعها الله بكل محبة للإنسان فوصف الله هذا كله بأنه حسن جدا أي أنه كامل ومثالي والآن أيها العزاء نأتي إلى الجزء الثاني لكي نسأل أنفسنا ما موقفنا من هذه الخليقة هل نمجد الله على كل ما صنعه هناك حكمة تقول أن التقرب إلى الطبيعة تقرب إلى الله فعلا عندما نقترب إلى الطبيعة كالمزارعين وعمال الأرض نجدهم قريبين من الله عندما نلاحظ الطبيعة أو نلاحظ جمال الطبيعة والجمال الذي في الطبيعة والإبداع الرائع في الطبيعة نمجد الخالق ونقول أيها الرب سيدنا ما أمجد اسمك حيث جعلت جلالك فوق السماوات القمر والنجوم التي كونتها أيها الرب سيدنا ما أمجد اسمك أيها الأحباء دعونا نمجد الله ونسبح اسمه ونشكره من أجل هذه الخليقة الجميلة الطبيعة الرائعة نحن نتمتع بأنهار عذبة نتمتع ببحار كبيرة واسعة ومحيطات نتمتع أيضا بالجو النقي نتمتع يا العزاء بكل شيء جميل أشجار وارفة وأظهار بديعة ذات أريج عطر نتمتع بكل هذا ولكن نبخل ونضن على الشكر لله دعونا نشكر الله ونسبحه الأنهار العذبة للأسف نسيء استعمالها فنحن نلقي بالمخلفات في الأنهار العذبة للأسف ونلقي أيضا بالمخلفات في البحار والمحيطات ونلوس البيئة للأسف نلوس الجو الجميل المحيط بنا نلوس نقاء الهواء الذي نستنشكه بالأدخنة تدخين وأيضا بأشياء كثيرة بالنفيات الهوائية أو الغازية نحن مطالبون بأننا نحافظ على البيئة لكي نمجد الله في جمال هذه الطبيعة وهذه الخليقة ما موقفنا أمام هذه الخليقة البديعة الرائعة التي أعطاها لنا الله أعطاها لنا الله لكي نتمتع بها ولكننا عندما ننظر للطبيعة نجد أنها تشوهت كثيرا وسنتناقش معا المرس القادمة لماذا هذا التلوث أو لماذا هذا التشوي فالحيوانات الأليفة أصبحت متوحشة وأيضا النباتات أصبحت ذات أشواك والأمراض انتشرت والحروب أيضا كل هذا سنتناقش حوله المرة القادمة لكي نعرف من أين جاءت هذه التشويهات الغريبة على حياتنا عزائي فعلا هذه الأمور لم يخلقها الله الله خلق كل شيء مثالي خلق كل شيء كامل خلق كل شيء جميل لكن هذه الأشياء سنفهمها المرة القادمة من أين جاءت لكن انظر إلى الطبيعة حتى الورود الجميلة التي تشوهت بالأشواك لازالت تعلن عن حب الله لك انظر إلى أنهار العزبة رغم أيضا التلوث الذي حدث فيها لكننا أيضا نرى باقي أو بعض الجمال الباقي في هذه الخليقة انظر إلى الشمس التي تشرك كل صباح في مواعيد ثابتة ودقيقة ستجد أن فعلا هناك إله عظيم في الخلق في الخلق كما قلت لكم أن الله خلق أماكن ثم ملأها بالمخلوقات وهذا ما يذكرنا أو اجعلنا يعني نشبهها بما نفعله عندما يكون لنا شقة أو لنا مكان للسكن فإننا نعد الحوائط ونقسم المبنى إلى غرف ثم نبلأ هذه الغرف أو عندما يكون لنا مثلا دولاب ثم نضع في هذا الدولاب أشياء أو ملابس في كل درج وكل رف الله خلق الأماكن في ستة أيام ففصل بين النور والظلمة في اليوم الأول وضع النور نهارا والظلمة ليلا فنجد أنه في اليوم الرابع الذي يقابل اليوم الأول خلق الأنوار الشمس والقمر والنجوم اليوم الثاني خلق الله أو فصل الله بين المياه في السحب والمياه على الأرض وفعلا في اليوم الذي يقابله أي اليوم الخامس نجد أنه ملأ الله السماء بالطيور وأيضا ملأ الماء بالأسماك والحيونات البرية في اليوم السادس نجد أن الله فصل بين اليابس والماء وأيضا خلق النباتات ونجد أنه في اليوم المقابل اليوم السادس خلق الحونات البرية والإنسان إذن ثلاثة أيام أول للأماكن الأول والثاني والثالث الأول خلق النور اليوم الثاني خلق الجلد اليوم الثالث خلق النباتات فهذه الثالثة أيام ملأها بالمخلوقات ففي اليوم الرابع الذي يقابل اليوم الأول خلق الشمس والقمر والنجوم ففي اليوم الثاني خلق الله الجلد وفصل بين المياه فوق السماوات أو فوق السحاب والسحاب وفصل بينها وبين المياه على الأرض أو في الأنهار والبحار وفي اليوم الخامس نجد أن الله ملأ هذه السماء السماء الأولى أو السماء الكبة الزرقاء بالطيور وملأ أيضا البحار بالأسماك والحيوانات البحرية في اليوم السادس الذي يقابل اليوم الثالث حيث فصل الله بين اليابس والمياه وخلق النباتات أيضا نجد أنه يخلق الحيوانات البرية والإنسان فلم يخلق مثلا الحيوانات قبل النباتات لأن النباتات هي غزاء للحيوانات لم يخلق الحيوانات البحرية والأسماك قبل أن يفصل بين المياه واليابس فهناك دقة شديدة جدا في الخليقة وهناك أيضا نظام منطقي يعلمنا أن نرتب أعمالنا كما علمنا الخالق في هذا الأسبوع العظيم أسبوع الخليقة أعزائي نحن أمام طبيعة فعلا تشوهت بالخطيقة وتشوهت بعبس الإنسان لكننا لازلنا نجد أن كل ظهرة جميلة أو كل كوكب أو كل المجرات العظيمة تعلن محبة الله للإنسان وتعلن حكمة الله في الخلق فالله الآن يدعونا أن نمجد اسمه هل تعلموا أن هذه الطبيعة وهذه الخليقة تعلن اسم الله حتى بدون كلام كما يقول صاحب المزمور في مزمور 19 السماوات تحدث بمجد الله والفلك يخبر بعمل يديه يوم إلى يوم يزيع كلاما وليل إلى ليل يبدي علما لا كلام ولا قول يعني بيعلنوا حكمة الخالق وعظمة الخالق بدون كلام وبدون كتابة ولكن عن طريق هذه الدقة المتناهية هذه الدقة العجيبة التي نراها في مخلوقات الله تدعونا لكي نمجد اسمه وتدعونا لكي نتذكر محبته لنا أيها الأعزاء لنا فرصة لكي نعرف كيف حدث العبث كيف حدث كل هذا التشويه في الخالق فالحيوانات الأليفة التي كانت تأكل الأعشاب وتأكل الحشائش أصبحت للأسف مفترسة ومتوحشة جدا هذه الأمور سنبحثها في المرة القادمة سنناقش أيضا موضوع لماذا تدخل تدخلت التشويهات أو العبث وتدخلت هذه الأمور الصعبة النباتات أصبحت ذات أشواك الحروب بين البشر أيضا حتى الطبيعة تسأر وتصور عن طريق الزلازل ولا فيضانات أمور كثيرة أيها العزاء نحتاج أن نفهم لماذا لماذا حدثت وللأسف الشديد ينسبها كثير من الناس إلى الخالق ولكن حاش لله أن يصنع أي شيء فعلا مضر الإنسان الله خلق كل شيء جميل الله خلق كل شيء كامل الله خلق كل شيء مثالي لأنه كامل لا يبد أن يخلق شيء كامل أيها العزاء كل هذه الأمور سنبحثها في المرة القادمة إن شاء الله لكي نفهم كيف دخلت هذه الأمور الدرة هذه الأمور الخطيرة هذه الأمور الكريهة في الطبيعة وفي الخريقة وفي البشر وأيضا في الحيوانات والنباتات دعونا نأتي جميعا لنفهم هذه الأمور في المرة القادمة عن سكوت الإنسان وماذا حدث لهذه الخريقة وهذه الطبيعة أرجو أن ترسلونا على العنوان الذي سنراه على الشاشة نريد أن نسمع أراءكم نريد أن نعرف انتبعاتكم نريد أن نعرف أسئلاتكم أيضا اللي كي نجيب عنها أيها الأعزاء ليت الله يبركنا جميعا إذ نتمتع بهذه الطبيعة وبهذه الخريقة ونمجد اسمه داي إيمان وننسب كل شيء جميل لله الرب يبرككم جميعا إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر